السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين نرحب بجميع الأخوة والأخوات المشتركين معنا في دبلوم القانون دول العقوق الإنسان والمواسيق الدولية كما نرحب بالدكتورة صباح العمراني ضمن المحاضرة الثانية من مادة المنظمات الدولية التجارب ودروس تفضلي دكتورة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه إن شاء الله تعالى مع الجزء الثاني من المحور الأول من الدروس الموكولة للمنظمات الدولية تجارب ونماذج عنوان المحاضرة الثانية سيكون المنظمات الدولية وسؤال الفعالية منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية أستاذ الرجاء مشاركة العرض إذن محاور هذه المحاضرة ستكون حول فيما يتعلق بمنظمة الأمم المتحدة والتي هي المحور الأول من النشأة إلى مطالب الإصلاح النشأة والأهداف ثم العضوية والأجهزة ثم مطالب الإصلاح فيما يتعلق بالمحور المتعلق بجامعة الدول العربية التحديات والرهانات سنتدرق إلى نقطتين أولاً ظروف نشأة جامعة الدول العربية وفي النقطة الثانية تحديات التنسيق ورهان الوحدة إذن تعتبر الأمم المتحدة منظمة نعم الانتقال إلى الشريحة المولية إذن تعتبر الأمم المتحدة منظمة دولية ذات بعد عالمي حقيقي وكذلك محفلاً لمناقشة كل القضايا التي تتجاوز الحدود الوطنية والقضايا التي لا يمكن لبلد ما حلها بمفرده تطرقنا في المحاضرة السابقة إلى تقسيمات المنظمات الدولية بين منظمات تتجاوز الأمم المتحدة وذكرنا أن الأمم المتحدة تتجاوز الأقطار وتتجاوز الحدود الوطنية إذن ما فتئت الأمم المتحدة منذ تأسيسها فضلاً عن أهدافها الأولية المتصلة بحماية السلام وحماية حقوق الإنسان وإنشاء إطار للعدالة الدولية وتعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي تواجه مجموعة من التحديات إضافية مثل تغير المناخ أزمة اللاجئين أزمة الغداء والأزمات الصحية وقد ذكرنا في الحصة الماضية في الاستنتاج فشل هذه المنظمة في مواجهة أزمة كورونا وأما على المستوى الإقليمي الذي سنتناول فيه جامعة الدول العربية فقد ظل حلم الوحدة العربية في كل مستويتها السياسية والاقتصادية أملاً يراود الشعوب قبل النخط غير أن الجامعة العربية كمنظمة إقليمية تواجهها مجموعة من الاختبارات الصعبة وخاصة في الفترة الراهنة والمستقبلية وتتعلق هذه الاختبارات بالتحديات والمهام التي تواجهها بشأن أزمات المنطقة وما أكثرها هناك أزمة صعبة جداً وخطيرة أزمة الماء وأزمة الأمن الغدائي والأمن المائي بالنسبة لهذه المنطقة الصراعات التنائية بين بعض البلدان ما حدث بعد موجة الربيع العربي كلها تحديات أمام هذه المنظمة والتي سنرى كيف يمكنها أن تواجهها أو ما مدى استطاعت أو فعالية هذه المنظمة في مواجهة هذه التحديات إذن خاصة بعدما أصاب الوهن المؤسسات الأولى نتيجة غياب الإرادة السياسية وكذلك نتيجة صعوبة التوافق العربي للصراعات التنائية بين الدول وكذلك لغياب الرؤية العربية الجمعية إضافة إلى وجود مواقف مسبقة من بعض الدول للإبقاء على الجامعة كمؤسسة إقليمية في دائرة محددة أي أنها لا ترى في مؤسسات الجامعة أو في منظمة الجامعة العربية مؤسسة إقليمية يمكنها أن تواجه هذه التحديات وبالتالي من مصلحة هذه الأنظمة أن تحافظ عليها كمؤسسة إقليمية في دائرة محددة وكذلك لعدم وجود تحديات عربية عفوا موجود توجهات عربية جادة لقطع الطريق على الذين يريدون تجميد مؤسسات العمل العربي المشترك بل وإبقاؤها كما قلنا في هذه الدائرة في المحور الثاني إذن ننتقل إلى منظمة الأمم المتحدة من النشأة إلى مطالب الإصلاح وهذا هو العنوان الذي اخترته للجزء الأول إذن تأسست منظمة الأمم المتحدة في 24 أكتوبر 1945 بسان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وانتصار الحلفاء أمريكا، فرنسا، روسيا، صين وبريطانيا وهؤلاء هم الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وهم الذين يتمتعون بحق الفيتو أو حق الاعتراض على المقررات أي انتصار هذه الدول على الدول المحور التي هي ألمانيا واليابان وإيطاليا وجاء تأسيس المنظمة في إطار السعي إلى إقامة نظام دولي يسود فيه السلام والأمن الدوليين وتحل فيه الخلافات عن طريق القنوات الدبلوماسية وفي إطار مواتقها ومبادئها وتجنب الحروب وولاتها إذن جاء تأسيس هذه المنظمة لتصحيح تجربة عصبة الأمم كما تم ذكره في المحاضرة السابقة والتي فشلت تأسست هذه عصبة الأمم أمم سنة 1919 على أنقاض الحرب العالمية الأولى ولكنها فشلت في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وبذلك نشبت الحرب العالمية الثانية إذن لم تمنع هذه المنظمة أي عصبة الأمم نشوب الحرب العالمية الثانية وكان من بين أسباب الفشل أن عصبة الأمم كانت مكونة من الدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولى والتي دبت الخلافات بينها حيث رفضت الولايات المتحدة الأمريكية الانضمام إلى عصبة الأمم أو التوقيع على ميتاقها كما عجزت هذه العصبة عن تحقيق السلم ومنع الحرب غزو اليابان لمنشوريا سنة 1931 غزو إيطاليا لإيتيوبيا غزو ألمانيا لبولونيا وكذلك بداية الحرب العالمية إذن فهل استطاعت هذه المنظمة الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين أو هل استطاعت الحفاظ على بعض الأهداف التي رسمتها في ميتاقها إذن جاء تأسيس هيئة الأمم المتحدة بعد حربين عالميتين إضافة للعديد من النزاعات المسلحة والتي جعلت البشرية كلها في خطر وخاصة بعد استعمال القنبلة النووية في اليابان وهيروشيما ونكازاكي مما جعل المجتمع الدولي أمام حتمية تأسيس جهاز دولي قادر على احتواء مثل هذه الأوضاع وتجنيب وقوع العالم في قروب قد يعجز الإنسان عن احتوائها في ظل التطور الكبير للأسلحة الفتكة ومن بين المقاصد والأهداف التي أسست من أجلها حفظ السلم والأمن الدولي وقد ورد في دباجة ميتاق الأمم المتحدة وتم كذلك التنصيص عليها في بعض فاقرات الميتاق ومن بينها حفظ السلم والأمن الدوليين تنمية العلاقات الودية بين الدول وكذلك تحقيق تعاون الدولي لحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية حيث اعتبرت الأمم المتحدة مرجعا لتنسيق أعمال الدول وتوجيهها نحو إدراك الغايات المشتركة إذن هذه المبادئ والأهداف تتلخص في رجاء الانتقال إلى الشريحة الموالية إذن المبادئ والأهداف كما قلت تصدر مقصد حفظ السلم والأمن الدوليين دباجة ميتاق الأمم المتحدة والأمن يقصد به الحفاظ على السلم الدولي أي منع ويقصد بالأمن والحفاظ على السلم الدولي منع قيام الحروب العالمية أو الحد من قيامها ومنع استخدام أساليب العنف الدولي أما الحفاظ على الأمن الدولي فيكون بمعالجة الأسباب التي تؤدي إلى حدوث اتطرابات وقد جمع ميتاق بين السلم والأمن في آن واحد والقصد من ذلك هو عدم الاكتفاء بالإشارة إلى السلم عدم الاكتفاء بالسلم الشكلي فقط بل كذلك بضمان السلم الدائم حتى تستطيع الشعوب العيش في اطمئنان بعيدا عن التهديد من بين أيضا المبادئ تنمية العلاقات الودية بين الدول حيث تم التأكيد على هذا المبدأ في الفقرة الثانية من المادة الأولى من الميتاق ومن ثمة فإن تحقيق وتبات استقرار العلاقات الودية بين الأمم كهدف من أهداف الأمم المتحدة لا يتأتى إلا بتحقيق كل عنصر من عناصر هذا الهدف ألا وهو الاعتراف للشعوب جميعا بحقوق مماثلة وكذلك الاعتراف للشعوب بحق تقرير مصيرها الهدف الثالث هو تحقيق تعاون الدولي لحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية ويعكس هذا الهدف رغبة واضع الميتاق في عدم قصر أهداف تحقيق تعاون الدولي على المسائل السياسية بل يمتد أيضا إلى مظاهر الحياة الأخرى سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو التقافية أو الحقوقية ولذلك تم تأسيس أجهزة مستقلة تقوم على تحقيق هذا الهدف كالمجلس الاقتصادي ثم أيضا بعض المنظمات أو بعض الفروع التابعة للأمم المتحدة والتي لها هذه الاختصاصات أيضا من بين الأهداف أن تكون الأمم المتحدة مرجعا لتنسيق أعمال الدول وتوجيهها نحو إدراك الغايات المشتركة ويعني هذا الهدف أن تكون الأمم المتحدة أداة للتنسيق بين أعمال الدول والمنظمات الدولية المختلفة ولا يعني أن تكون الأمم المتحدة دولة فوق الدول رأينا في المحاضرة السابقة أن الدول تتنازل فقط عن جزء من سيادتها لصالح المنظمات ولا يعني أن المنظمة أنها تكون دولة فوق الدول أو أنها تتمتع بمركز متميز أعلى من الدول الأعضاء فيها وإنما فقط تكون محورا لكل الجهود الدولية من أجل تحقيق الأهداف سالفة الدكر مما يجعل هناك لغة مشتركة وظروفا أفضل للتفاهم بين الدول إذن بالنسبة لنقطة العضوية والأجهزة منظمة الأمم المتحدة هي منظمة عالمية من حيث العضوية رأينا في المحاضرة السابقة تقسيم المنظمات من حيث كونها عالمية أو إقليمية إذن بالنسبة لمنظمة الأمم المتحدة هي منظمة عالمية فقد فتحت باب الإنضمام إليها على مصراعيه مما أدى إلى إنضمام أغلب دول العالم إليها حيث يبلغ عددها حاليا 193 دولة والتي توفرت فيها شروط الإنضمام التي حددتها المادة الرابعة من ميتاق الأمم المتحدة ورغم ذلك من الأعضاء في الأمم المتحدة ينقسمون إلى قسمين الأعضاء الأصليون وهي الدول التي اشتركت في مؤتمر سان فرانسيسكو لوضع نظام المنظمة والتي وقعت على الميتاق وصادقت عليه طبقاً للمادة 110 الفقرة الرابعة من الميتاق وكذلك الدول التي وقعت من قبل تصريح الأمم المتحدة في يناير هناك خطأ في السنة وقد بلغ عددها 51 دولة وهناك الأعضاء المنضمون وهم الأعضاء الذين يجب أن تتوافر فيهم الشروط المحددة في المادة الرابعة من ميتاق الأمم المتحدة حتى تقبل عضويتهم إذن بصفة عامة هناك أعضاء أصليون وهم الذين اشتركوا في مؤتمر سان فرانسيسكو أو الذين دعوا لتأسيس المنظمات وهناك أعضاء الذين يجب أن تتوافر فيهم شروط محددة لكي تقبل عضويتهم إذن وهناك شروط الانضمام إلى منظمة الأمم المتحدة أن تكون طالبة الانضمام دولة أي أنه لا يمكن مساوة مثلا دولة مع منظمة أن العضوية في الأمم المتحدة مقتصرة على الدول دون غيرها من المنظمات أو الجماعات أو الأفراد وإن كان البعض منها ممتل فيها بصفة مراقب فقط مثلا دولة فلسطين وهي ممتلة بصفة مراقب إذن الشرط الثاني أن تكون الدولة محبة للسلام ويرجع هذا الشرط إلى الظروف التاريخية الملابسة لإنشاء والملابسات لإنشاء الأمم المتحدة وهو ما يتفق مع الهدف الرئيسي الذي هو حفظ الأمن والسلم الدوليين ثم قبول الالتزامات الواردة في المتاق هناك مجموعة من الالتزامات في متاق الأمم المتحدة وعلى الدولة طالبة الانضمام أن توافق على هذه الالتزامات ثم أن تكون الدولة قادرة على تنفيذ الالتزامات الواردة في المتاق أن القدرة على تنفيذ الالتزامات هي صلاحية تقديرية تخضع لتقدير الجمعية العامة ومجلس الأمن ولهما الحق في طلب البيانات والإضاحات الخاصة بذلك من قبل الدولة الراغبة في الانضمام مثلاً الأداء المالي هناك الالتزامات مالية على الدول ويجب عليها أن تؤدي هذه الالتزامات إذن بالنسبة لأجهزة الأمم المتحدة هناك كجهاز أساسي الجمعية العامة وهي الهيئة الرئيسية للمنظمة وتضم كل الدول الأعضاء وعددهم حالياً كما سبقت الإشارة 193 دولة ولكل دولة صوت واحد بغض النظر عن حجمها أو عدد سكانها مثلاً الصين يتجاوز عدد سكانها مليار نسمة لها صوت واحد وكذلك الفاتيكان كتافة سكانية ضعيفة جداً ورغم ذلك تتمتع كل من الدولتين بصوت واحد فقط رغم عدم تمتع قرارات صادرة عن الجمعية العامة للقوة الإلزامية إلا أنها تعد أحد الأجهزة الأكثر تعبيراً عن الرأي العالمي والذي فيه تطرح دول العالم الثالث مختلف قضاياها وانشغالاتها وتسعى الجمعية العامة لمناقشتها وتتخذ القرارات الهامة بأغلبية تلتين الأعضاء أما بقية القرارات فتتخذ بالأغلبية البسيطة وتعقيد دورة سنوية عادية مع إمكانية عقد دورة استثنائية بالنسبة للجمعية العامة رغم أهميتها ورغم أنها تعتبر أعلى هيئة في المنظمة إلا أن قراراتها ليست لها أي قوة إلزامية ولكن رغم ذلك نجد بأنها هي المتنفس الذي تطرح فيه دول الجنوب أو دول العالم الثالث قضاياها أمام الرأي العام العالم إذن بالنسبة لهذه الجمعية لها لجان رئيسية دائمة وتتفرع عن الجمعية العامة ست لجان رئيسية تختص كل منها ببحث بعض الموضوعات الواردة بجدول أعمال الأمم المتحدة لجنة السياسة والأمن وتختص بالمسائل السياسية ومسائل حفظ السلم والأمن الدوليين ونزع السلاح وقبول أعضاء جدد وإيقاف الأعضاء وفصلهم اللجنة الاقتصادية اللجنة الاجتماعية لجنة الوصاية والأقالم غير المتمتعة بالحكم الداتي ولجنة الشؤون الإدارية والميزانية واللجنة القانونية وهذه الأخيرة تختص بكل مسائل المتعلقة بالقانون الدولي وتسجيل المعاهدات والمسائل المتعلقة بمحكمة العدل الدولية وامتيازات الأمم المتحدة أيضا من بين أجهزة الجمعية العامة والأجهزة التابعة للجمعية العامة هناك لجان مؤقتة إلى جانب اللجان الرئيسية حيث أنشأت الجمعية بعض اللجان الأخرى والتي تكون لها طبيعة مؤقتة وتختص بمسائل محددة على وجه الخصوص من هذه اللجان لجنة جنوب غرب إفريقيا لجنة الأمم المتحدة للتوفيق في فلسطين لجنة الاستخدام السلم للفضاء الخارجي لجنة النزاع العنصري بجنوب إفريقيا لجنة الأمم المتحدة لدراسة الإشعاع الدري ولجنة الأمم المتحدة للسيادة الدائمة على الموارد الطبيعية ولجنة أسرى الحرب ثم لجنة القانون الدولي إذن كخلاصة تتمتع الجمعية العامة بمجموعة من الاختصاصات كسلطة المناقشة وإصدار توصيات في بعض القضايا وكذلك النظر في المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلم والأمن الدوليين ثم كذلك إعداد دراسات وتتمتع الجمعية العامة بسلطة إصدار بعض القرارات الملزمة بالمعنى القانوني الدقيق مثل قبول ووقف وفصل أعضاء اختيار أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والأعضاء غير دائمين في كل من مجلس الأمن ومجلس الوصاية وكذلك المساهمة في اختيار الأمين العام للمنظمة وفي انتخاب قضاة محكمة العدل الدولية الجهاز الثاني المهم من أجهزة الأمم المتحدة مجلس الأمن حيث أكدت الفقرة الأولى من المادة الرابعة والعشرون من ميتاق الأمم المتحدة على رغبة هذه الأخيرة في سعيها لتسريع وفعالية عملها لذلك يعهد أعضاء تلك الهيئة يعهد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن الدوليين ويوافقون على أن هذا المجلس يعمل نائبا عنهم في قيامه بواجباتهم التي تفرضها عليه هذه التبعات ويعمل نيابة عن جميع الأعضاء الذين يبلغوا عددهم بطبيعة الحركة ما تم ذكره 193 عضوا ويكون مقر هذا الأخير يحدده المجلس إذن تكوين مجلس الأمن يتألف مجلس الأمن من 15 عضوا وهم الأعضاء الخمس الدائمين جمهورية الصين وفرنسا واتحاد الجمهورية الاشتراكية السوفيتية روسيا حاليا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية أعضاء دائمين فيه هذه المفاهيم الواردة هي الواردة في ميتاق الأمم المتحدة لأنه تم إدخال التعديل على أسماء الدول وخاصة مثلا الجمهورية الاشتراكية بعدما تم تقسيم الاتحاد السوفيتي سابقا أو إنهيار الاتحاد السوفيتي إلى مجموعة من الجمهوريات ووارثت روسيا مقعد الاتحاد السوفيتي ثم أيضا المفهوم أو المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية وهي بريطانيا حاليا إذن هؤلاء أعضاء دائمين فيه وتنتخب الجمعية العامة عشرة أعضاء آخرين من الأمم المتحدة ليكونوا أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن ويراعى فيهم أن يكون هناك ممثلين لجميع القارات من حيث التوزيع الجغرافي إذن بالنسبة لاختصاصات مجلس الأمن مجلس الأمن هو جهاز الأمم المتحدة الذي عهد إليه بالمسؤوليات الرئيسية في حفظ السلم والأمن الدوليين سواء بطريق مباشر عن طريق اتخاذ الإجراءات التي تحول دون تهديث السلم والأمن الدولي أو تسوية المنازعات الدولية أو بطريق مباشر من خلال مباشرة اختصاصات أخرى قانونية أو إدارية عهد بها الميتاق إليه وهناك تدابير مؤقتة يتخذها المجلس من خلال دعوة الأطراف متنازعة إلى اتخاذ ما يراه مستحسنا من التدابير ثم هناك يتخذ أيضا تدابير غير عسكرية وتشمل قطع العلاقات توقيع مجموعة من العقوبات قطع المواصلات وقفا جزئيا ثم ينتقل إلى مرحلة ثالثة وهي التدابير العسكرية ويتم اتخاذ هذه التدابير على شكل تدخل في الدولة أو قمع عسكري إذن أيضا استمرار بالنسبة لمجلس الأمن ينعقد مجلس الأمن على عكس الجمعية العامة التي تنعقد في دورة عادية فإن مجلس الأمن يعتبر في نعقاد دائم قد تم تنظيمه على وجه يستطيع معه العمل باستمرار من ما يستلزم ضرورية تمثيلية الأعضاء بصفة دائمة في مقر الهيئة أي أنه يعتبر على نعقاد دائم ثم هناك قاعدة عامة هي قيام مجلس الأمن بدراسة كافة المسائل المعروضة عليه بكامل هيئته فإنه قد أنشأ عدة لجان لمساعدته في مباشرة وظائفه عن طريق تقديم التوصيات إليه والتصريف أعماله يكون لكل عضو من أعضاء مجلس الأمن صوت واحد تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائية بموافقة تسعة من أعضائه تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الأخرى كافة بموافقة أصوات تسعة من أعضائه يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة فإذا كان هناك اعتراض أو رفض من أحد الأعضاء الدائمين فإنه يتم إسقاط القرار وهذا ما يسمى بحق الفيتو إذن ننتقل إلى نقطة أخرى وهي مطالب الإصلاح بالنسبة لهيئة الأمم المتحدة إن صبت مطالب إصلاح المنظمة على الجوانب المتعلقة بتمتيلية الدول والقارات خصوصا داخل مجلس الأمن ونظام التصويت داخل المجلس داخل المجلس والحق في استعمال حق الفيتو ونطاق استعماله وآتاره على السلم والأمن الدوليين وكذلك مسألة ازدواجية القرارات ومدى إلزاميتها بين تلك القرارات والتوصيات الصادرة عن الجمعية العامة وتلك الصادرة عن مجلس الأمن كذلك ازدواجية تمتيلية داخل الجمعية العامة والتمتيلية داخل مجلس الأمن خمسة عشر دولة خمس منها أعضاء دائمون ينفردون بحق البيتو مما يتناقض مع مبدأ المساواة الذي تنص عليه المادة التانية من ميتاق الأمم المتحدة إذن كيف يرقل الحديث عن إسقاط قرار قد تتخذه الجمعية العامة مثلاً 190 دولة بمجرد أن يقوم مجلس الأمن أو أحد أعضاء مجلس الأمن بحق الاعتراض أو استعمال حق البيتو في القضايا وخاصة ما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي بين قوسين لجأت الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك فرنسا إلى استعمال حق البيتو مرات عديدة فيما يتعلق بهذه القضية أيضاً فيما يتعلق بالحرب على العراق أيضاً لجأت الولايات المتحدة الأمريكية إلى استعمال حق البيتو في إدانة الهجوم على العراق أيضاً حالياً لجأت روسيا إلى استعمال حق البيتو في الحرب الدائرة بينها وبين أوكرانيا حاليا إذن حضية استعمال حق الفيتو في مجلس الأمن باهتمام كبير لما يحمله من آثار على السلم والأمن الدوليين مما دعا بعض الدول إلى المطالبة بعقلاً استعمال حق الفيتو وتقنينه في اتجاه يخدم من بادئ المنظمة وليس مصالح الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن من خلال التصويت والتصويت المضاد فيما بينها منذ سنة 2011 فقط تم استعمال حق الفيتو 15 مرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في الملف السوري فقط كما أن من ضمن 83 مرة استعملته أمريكا 37 منها ضد قرارات تدين إسرائيل وأثناء الحرب الأوكرانية الروسية الدائرة الآن استعملت روسيا حق النقد لإبطال قرار يدين هجومها على أوكرانيا إذن أصبح حق الفيتو يستعمل للحفاظ على مصالح هذه الدول الخمس التي هي أعضاء دائمة في مجلس الأمن إذن إن صبت مطالب إصلاح منظمة الأمم المتحدة حول إطفاء طابع الديمقراطية على المنظمة من حيث التمثيلية الدولية ومن حيث آلية اتخاذ القرارات الدولية وكذلك تقييد وتقنين استعمال حق الفيتو وعقلنته ودمقراطته ليسود في العالم منطق الحق والقانون لمنطق القوة والمصالح الضيقة لبعض الدول هذا كل ما يتعلق بمنظمة الأمم المتحدة باختصار شديد لأن الحديث عن الأحداث أو عن التحديات أو عن مشاركة الأمم المتحدة أو عن ازواجية المعايير الأمم المتحدة في تعاملها مع بعض القضايا يبين أن هناك فعلا حاجة وضرورة لإصلاح هذه المنظمة وإلا فإنها تعتبر منظمة للقوى الكبرى واستعمال هذه المنظمة كآلية للحفاظ على مصالحها اتجاه الدول الجنوب أو دول العالم الثالث إذن الجزء الثاني من هذه المحاضرة أستاذ هل نناقش الجزء الأول قبل أن ننتقل إلى الجزء الثاني أم أستمر في إلقاء المحاضرة ويكون النقاشه في النهاية دكتور النقاش في النهاية أفضل الله يكرمك وبرك بك إن شاء الله إذن الجزء الثاني جامعة الدول العربية التحديات والرهانات بداية سنتحدث على ظروف نشأة جامعة الدول العربية كما يعلم الجميع أنه منذ نهاية القرن التاسع عشر تعرضت مجموعة من البلدان العربية سواء إلى الحماية أو إلى الانتداب أو الاستعمار أو إلى إلحاق هذه الدول كولايات لبعض الدول الغربية وتم إسقاط ما يسمى بالخلافة العثمانية بين قوسين أو ما كان يسمى أنذاك بالرجل المريض وإلحاق الأراضي التي كانت تابعة للدولة العثمانية لبعض الدول الغربية منها بريطانيا ومنها فرنسا كما تم استعمار شمال إفريقيا بين حماية واستعمار في جميع دول شمال إفريقيا فرنسا، إسبانيا، إيطاليا استعمرت هذه الدول بالتالي هناك استعمار فكانت هذه أحلام الشعوب وكذلك النخب من أجل نيل الاستقلال وكان هذا الحلم الوحدوي هو السبيل أمام الشعوب لتحقيق هذا الاستقلال والنهضة العربية إذن ظهرت الدعوة إلى إقامة سياق وحدوي يجمع شمل حكومات البلاد العربية ولم تتضح معالمه إلا أثناء الحرب العالمية التانية حيث كانت هذه الحرب مناسبة مهمة دعمت حركة الوحدة العربية وتأكدت فيها الحاجة أكثر إلى مزيد من التعاون والتنسيق السياسي والاقتصادي بين البلاد العربية فكان هناك اتجاهان الاتجاه الأول يدعو إلى الوحدة الفيدرالية أو الكنفيدرالية بين الأمصار العربية أي أن تكون هناك حكومة موحدة ودولة موحدة على الشكل الفيدرالي سواء في ألمانيا حاليا أو مثلا على شكل ولايات المتحدة الأمريكية فتكون هذه الدول كلها تحت حكومة واحدة وهو الاتجاه الذي تبنته الحكومة السورية أما الاتجاه الثاني فقد اكتفى بالدعوة إلى شكل يسمح بتعاون وتيق بين الأقطار العربية ويحافظ على سيادتها واستقلالها وهذا ما فضلته بقية الدول العربية عدى مصر هنا نحدث فقط عن سبع دول التي ظلت بعيدة عن تبني أي من الاتجاهين رسميا مما زاد من هذه المطالب لإنشاء سياق وحدوي هو ما حدث في الأراضي الفلسطينية ووعد بيلفور وكذلك ما حدث من استيطان وهجرة اليهود إلى فلسطين إذن وتعبيرا عن تطلعات هذه الجماهير نحو الوحدة صاغ بعض القوميين ميتاقا عربيا أكد على وحدة الوطن العربي وقد صيغ هذا الميتاق في المؤتمر الذي عقده هؤلاء القوميين العرب في آسيا على هامش المؤتمر الإسلامي في مدينة القدس عام 1931 إذن تأسست جامعة الدول العربية سنة 1945 وقد شاركت في ذلك ست دول وهي العراق، السعودية، سوريا، مصر، لبنان وشرق الأردن وكان الهدف من إنشائها تسهيل مصالح الدول العربية بصفة عامة وقت إنشائها وكانت ليبيا أول دولة عربية تنضم إلى جامعة الدول العربية الأخرى وواكب تأسيس جامعة الدول العربية العديد من الأحداث التي أثرت بنشأتها أو بالأحراف بل ورط ملامحها وأهدافها وقد حرس المؤسسون على تأكيد مفهوم السيادة القطرية لأن هناك اختلاف حول الفيدراليا والكونفيدراليا أو تم رفضه بالأحراف وأدمجوا هذا المفهوم صراحة وضمنيا في ميتاق جامعة الدول العربية وأكدوا على مبدأ التنسيق بين الوحدات المتعلقة ورفضوا أي إشارة أو احتمال لتدخل الجامعة في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء إذن تم التصديق على ميتاق الجامعة وأصبح ساري المفعول اعتباراً من 11 ماي سنة 1945 ويتألف هذا الميتاق من دباجة وعشرين مادة تتضمن أهداف الجامعة ومبادئها والهيكل التنظيم لها وشروط العضوية وكذلك إجراءاتها ووفقاً للميتاق فالجامعة منظمة تقوم على التعاون الاقتصادي أو الطوعي بين الدول العربية الأعضاء فيه على أساس المساواة واحترام استقلالها وسيادتها تضمن ميتاق الجامعة العربية في مسألة حفظ الأمن وتسوية النزاعات بين الدول العربية ثلاثة أحكام رئيسية من ضمن مواده التزام عام على الدول الأعضاء بعدم الالتجاء إلى القوة لفض المنازعات أي أنه ليس من حق الجامعة أن تلتجأ إلى القوة لفض النزاعات ثم التحكيم الاختياري لمجلس الجامعة لفض الخلافات بين الدولتين أو أكثر أي أن هناك إذا كانت هناك رغبة للدولتين التي نشب خلاف فيما بينهما في تحكيم الجامعة العربية فهو كذلك وإلا فإنه لا يكون من حق الجامعة التدخل في هذا المجال بشرط أن لا يكون الخلاف متعلقا باستقلال الدولة أو سيادتها أو سلامة أراضيها ثالثاً وساطة مجلس الجامعة في الخلاف الذي يخشى منه وقوع حرب بين دولة من دول الجامعة العربية وبين أي دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها للتوفيق بينهم إذن أهداف الجامعة من بين أهداف الجامعة توتيق الصلة بين الدول العربية في المسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية فالغرض من الجامعة هو توتيق الصلة بين الدول الأعطاء فيها وتنسيق قططها السياسية وتحقيق التعاون بينها وصيانة استقلالها وسيادتها والنظر بصفات عامة في شؤون البلاد العربية ومصالحها أيضاً من بين أهداف الجامعة حل النزاعات بالطرق الودية حيث لا يجوز الالتجاء إلى القوة لفضل النزاعات بين الدولتين أو أكثر من دول الجامعة فإذا نشأ بينهما خلاف لا يتعلق باستقلال الدولة أو سيادتها أو سلامة أراضيها ولجأ المتنازعون إلى المجلس لفضل هذا الخلاف كان قراره عندئذ نافداً وملزماً معدرة هناك بعض الأخطاء سأصحح الشرائح قبل إرسالها المشاركين إن شاء الله تعالى في المحاضر إذن كهدف ثالث هناك التزام بالتعاون مع الهيئات الدولية حيث نصت المادة الثالثة من المتاق على أن من مهام الجامعة تقرير وسائل التعاون مع الهيئات الدولية التي قد تنشأ في المستقبل لكفالة الأمن والسلم ولتنظيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية عفواً والاجتماعية مع استحضار الهدف الأساسي الذي أنشأت منه من أجله الجامعة والمتمثل في الدفاع عن مصالح الدول العربية والعالم العربي بصفة عامة أيضاً بعدما رأينا في الشريحة الماضية المبادئ الأهداف في هذه الشريحة بعض المبادئ فقط وليس كل المبادئ الواردة في الميتا إذن كأول مبدأ الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة صراحة لم ينص متاق الأمم المتحدة على هذا المبدأ ولكنه من خلال العمل ومن خلال التجربة التي مرت منها جامعة الدول العربية وكذلك من خلال بعض التقارير التي تصدر بصفة دورية فإنه كان هذا المبدأ واضحاً بكيفية صريحة رغم عدم تضمنه في الميتا وما يدعم هذا التوجه هو نشاط الجامعة ممارستها لاختصاصاتها وكذلك من خلال تطور علاقتها بمنظمة الأمم المتحدة ومستندة فيها على ما يبدو على بعض مواد الميتاق إذن فمبادئها هذه تجعل منها منظمة دولية إقليمية تعمل داخل الإطار المحدد في مبادئ الأمم المتحدة المبدأ الثاني هو المساواة القانونية بين الدول الأعضاء ويعد هذا المبدأ دوء أهمية كبرى في تكوين المنظمات الدولية الإقليمية ولقد رأينا بأنه ما يعيب منظمة الأمم المتحدة كمنظمة عالمية رغم تنصيصها على مسألة المساواة القانونية إلا أنه يغيب من حيث الواقع لأن الأعضاء الخمس الدائمين لهم سلطة فوق جميع الدول الأعضاء في منظمات الأمم المتحدة إذن هذا المبدأ كما قلنا بأنه يعتبر من أهم المبادئ في تكوين المنظمات الدولية ولذلك نجد كل المواتيق المنشئة لها تنصت صراحة على التزام الأعضاء فيها بهذا المبدأ وميتاق جامعة الدول العربية لم يخرج عن هذه القواعد كما نجد في المادة الثالثة نصاً صريحاً يخص مسألة المساواة بين الأعضاء في المجلس ومسألة المساواة في التصويت إذ أن لكل دولة صوت واحد مهما كان عدد ممثل هذه الدولة داخل المجلس ويكون للجامعة مجلس أيضاً يتألف من الدول المشتركة في الجامعة ويكون لكل منها صوت واحد من بين المبادئ أيضاً عدم تدخل في الشؤون الداخلية للأعضاء المادة الثامنة تحترم كل دولة من الدول المشتركة في الجامعة نظام الحكم القائم في دول الجامعة الأخرى مثلاً هناك ملكيات، هناك جمهوريات هناك دول كانت داخلة في إطارهم مثلاً كانت سوريا ومصر إذن كان هناك احترام لأسلوب أو لنظام الدول الأخرى وتتعهد بأن لا تقوم بعمل يرمي تغيير أو تغيير ذلك النظام ويتجلى في وجوب احترام كل دولة عضو في الجامعة نظم الحكم القائمة في بقية الدول الأعضاء وهذا الاحترام أيضاً يعني عدم ازدراء أو التهجم على هذه النظم وكذلك التعهد بعدم القيام بأي عمل يستهدف الإطاحة بهذه النظم أو محاولة تغييرها والميتاق لم يحرم العمل العسكري وحده الذي يأخذ شكل الاعتداء إذن بالنسبة للميتاق جامعة الدول العربية لم يجعل من المحرمات فقط الهجوم العسكري أو العمل العسكري بل أيضاً مجرد التعرض لشكل النظام أو ازدراؤه أو عدم احترام هذا النظام أيضاً بأنه يمس أو يعتبر تدخلاً في الشؤون الداخلية ولكن مع كامل الأسف الواقع شيء آخر فدائماً في إطار ما يسمى بهذه الصراعات التنائية بين الأنظمة السياسية في الدول العربية وكلما كانت هناك قطيعة أو خلاف بين نظام سياسي وآخر إلا ونجد الهجوم المستمر على النظام واعتباره نظام غير ديمقراطي رغم أن جميع الأنظمة العربية تتساوى في هذه المعضلة ولكن أن ليس هناك التزام من طرف الدول أو من طرف الحكومات بهذا المبدأ ثم كمبدأ آخر فضل منازعات بين الدول العربية بالطرق السلمية لما كان أحد أهداف الجامعة العربية المحافظة على الأمن والسلم في المنطقة العربية كان من الطبيعي أن يكون أحد المبادئ التي تقوم عليها هذه الجامعة وتلتزم بها مبدأ فضل منازعات بين البلاد العربية الأعضاء بها بالطرق السلمية إذن نصل إلى هيكل أو هيكلة الهيكل التنظيمي للجامعة العربية حيث أن هناك مجلس الجامعة ثم هناك مجلس الأمنة رئيس مجلس الأمنة هناك مجموعة من اللجان للجنة التنفيذية ثم وحدة متابعة الأداء هناك اللجنة المالية المجلس العلمي إذن هناك مجموعة هذه الخطاطة مأخودة أصلاً من موقع الجامعة العربية وفيها الهيكل التنظيمي لهذه الجامعة ولكن رغم ذلك سنتطرق إلى مؤسستين مهمتين في هذا الهيكل وهو مجلس الجامعة ثم الأمانة العامة رجاء أستاذ الانتقال إلى الشريحة الموالية بالنسبة لمجلس الجامعة يتألف هذا المجلس الذي يعتبر أعلى سلطة في الجامعة من ممتل الدول الأعضاء ولكل دولة صوت واحد مهما كان عدد ممتلها وقد سبقت الإشارة إلى هذه النقطة وقد اعتبرت مؤتمرات القمة للملوك والرؤساء العرب دورات لمجلس الجامعة ولم تعتبر تلك المؤتمرات جهازاً من أجهزتها ويساعد مجلس الجامعة عدة لجان فنية دائمة مهمتها إعداد دراسات فنية متخصصة وستجدون هذه اللجان في الخططة أيضاً من بين أهم مؤسسات الجامعة الأمانة العامة يوجد للجامعة العربية أمانة دائمة وظيفتها الأساسية تصريف الأمور الإدارية والمالية والسياسية للجامعة وتشمل مكتب الأمين العام ويتولى شؤون مجلس الجامعة والمتابعة والتنسيق مع المنظمات والأجهزة المختصة الملحقة بالجامعة مكتب الأمناء المساعدين ويتولى كل من الأمناء المساعدين الإشراف على إدارة من إدارات الجامعة على الأقل ثم الإدارة العامة للشؤون السياسية وتتولى دراسة وإعداد تقارير في القضايا السياسية ثم المجالس الوزارية المتخصصة وهي من الآليات التي اتخذتها جامعة الدول العربية لتحقيق أهدافها إنشاء المجالس الوزارية المتخصصة ويوجد بالجامعة العربية العديد من المنظمات المتخصصة التي أنشئت لحاجة بعض اللجان إلى تخصصات بعينهم إذن ننتقل إلى العضوية في جامعة الدول العربية تنقسم عضوية الجامعة العربية إلى عضوية أصلية وعضوية بالانضمام نفس الشيء كما رأيناه في منظمة الأمم المتحدة هناك أعضاء أصليون وهناك أعضاء منضمون إذن العضوية الأصلية هي المتبتة للدول العربية المستقلة السبع التي وقعت على متاق الجامعة والعضوية بالانضمام عن طريق تقديم طلب ذلك بعد توفر عدة شروط منها أن تكون الدولة عربية ومستقلة أي أنه تم انضمام باقي الدول العربية بعد الحصول على استقلالها ولقد أتار انضمام الصومال وجيبوتي إلى الجامعة جدلا بين الدول العربية على اعتبار أن لغتهم الرسمية ليست العربية ولكن مجلس الجامعة رأى أن أصل الشعبين عربي فقبل انضمامهما أيضا بالنسبة لفلسطين أصدر مجلس الجامعة قرارا عام سنة 1952 اعتبر المندوب الفلسطيني مندوبا عن فلسطين وليس عن عربي فلسطين لأن كان هناك نقاش سيكون المندوب الفلسطيني مندوبا عن دولة فلسطين أو عن منظمة تحرير الفلسطينية أو عن عربي فلسطين فقط أم سيكون ممثلا للدولة واعتبر في تلك السنة بأنه مندوب لكل فلسطين واستمر هذا الأمر حتى عام 1964 حين اعترف مؤتمر القمة العربي الأول الذي عقد بالقاهرة بمنظمة تحرير الفلسطينية التي أنشئت عام 1963 ممثلا شرعيا للشعب الفلسطيني واعتبر المجلس رئيس المنظمة ممثلا لفلسطين لدى الجامعة هذه فقط بعض الملاحظات على مسألة العضوية بالنسبة للدولة الصومة الوجيبتي وكذلك بالنسبة لدولة فلسطين بالنسبة لفقدان العضوية لكل دولة من الدول المنتمية إلى الجامعة الحق في الانسحاب من عضويتها بشرط إبلاغ مجلس الجامعة بذلك قبل سنة من تنفيذه وأقرى متاق الجامعة العربية كذلك جواز فصل أي عضو لم يقم بتنفيذ التزامات العضوية التي حددها المتاق واشترط ذلك بجماع أغلبية الأعضاء وتفقد العضوية كذلك بزوال الشخصية القانونية الدولية لأي سبب مثل الاندماج في دولة أخرى وقد حدث هذا أثناء الوحدة بين مصر والسورية سنة 1958 بعدما أصبحت الجمهورية العربية المتحدة كذلك بعد الاتحاد بين اليمن الشمالي والجنوب عام 1990 وقيام الجمهورية العربية اليمنية المتحدة أيضا هناك نقاشات في الدورة الأخيرة للجامعة العربية بعدما تم توقيف عضوية سوريا وتم إرجاعها للجامعة العربية في الدورة السابقة إذن ننتقل إلى الجامعة الدول العربية والتحديات والرهانات كأول تحدي هو تحديات التنسيق ورهان الوحدة إذن من بين أهم التحديات التي تواجه الجامعة العربية تعقد الملفات المطروحة على الساحة العربية وما أكثرها وتعدد وجهات النظر بشأنها إذن حيث يسند إلى الجامعة العديد من الملفات للنظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها هذه الملفات منها ما هو جوهري والمتعلق بمواقف من دول الصراع أو متعلق بمواقف من أنظمة سياسية كاملة وربما تجنفت الحديث عن بعض الحالات وتركتها للنقاش ربما قد يتيرها البعض ولكم المجال واسع في إطارة هذه القضايا بالضبط وكذلك طبيعة هذه القضايا وما يتعلق بها من حساسية بالإضافة إلى تعدد وجهات النظر بشأنها ويعيق التفاعل السريع والحاسم من الجامعة بشأن هذه القضايا وبالتالي فالجامعة تعمل في إطارة في ظل عالم مضطرب وتحديات غير مسبوقة ومن أهم هذه القضايا والتي تطرح بقوة على الجامعة العربية أو ترحت بقوة الآن ملف المياه مياه النيل مثلاً مياه الفورات ملف الصراع العربي الإسرائيلي وملف التطبيع الذي أصبح ملفاً صراحةً يتير مجموعة من نقاط الاستفهام ثم كذلك موقف الجامعة العربية من أحداث التوراة العربية بعد التوراة العربية بطبيعة الحل بين قوسين بعد ما يسمى بالربيع العربي أي بعد سنة 2011 ومجموعة من الملفات المطروحة على الساحة وموقف الجامعة العربية المبهم من هذه القضايا أيضاً من بين أهم التحديات الحاجة إلى حضور إرادة عربية للعمل العربي المشترك وهو الهدف الأساسي الذي نشئت من أجله الحاجة أقولت وهو الهدف الأساسي الذي نشئت من أجله الجامعة العربية بيد أن التحدي الذي أشير سابقاً وهو في النقطة السابقة نتج عنه تراجع في هذه الرغبة وبالتالي شهدت الفترة الأخيرة تصرفات أحادية من جانب الدول في عدد من القضايا الإقليمية المرتبطة بأمن الدول العربية وهو ما يهدد تماسك الصف العربي ويهدد الدول التي اتخذت تصرفات أحادية كذلك ربما ملف اليمن ليبيا بعض الملفات المطروحة حالياً على السحر كلها تهدد هذا التماسك وأيضاً تهدد الدول التي تتخذ هذه التصرفات من جانب واحد فيتم التعامل معها بانتزاعها من سياقها العربي وبالتالي الأخذ من نقاط قوتها والعمل العربي المنهك قد يبدأ بتحالفات ثنائية أو توجيه القائم منها بالفعل نحو ناحية دعم عمل الجامعة ما حدث من مقاطعة لدولة قطر في الدول الخليجية وأيضاً ما حدث في ملف اليمن وما حدث في ملف سوريا وملف الأكراد وملف العراق مجموعة من القضايا الصراحة التي تتير الشجوم فيما يتعلق بالأمة العربية أيضاً من بين أهم التحديات التي تواجه الجامعة العربية هي مسألة الجانب المادي وهو الجانب الذي يعول عليه بشكل كبير في تمكينها من أخذ الإجراءات اللازمة لدعم سياستها ويعتمد تمويل جامعة كغيرها من المنظمات على اشتراكات الأعضاء وتتلقى الجامعة فقط نصف الاشتراكات سنوياً وبالتالي هذا يعتبر جزءاً من تحديات تضاف إليها وتعيقه عن العمل بالإضافة إلى غياب الأنشطة الاقتصادية الخاصة التي يمكن التعويل عليها في تغطية نقص التمويل الناتج عن عدم الإيفاء بالاشتراكات السنوية أيضاً من بين أهم التحديات هو مسألة التزام الجامعة العربية فقط بما يسمى بسياسة التصريحات حيث نجد أن الجامعة في الفترة الأخيرة وخاصة مع تنامي هذه القضايا وهذه الخلافات وهذه التحديات الكبرى إلا أن حضورها لا يتعدى هذه التصريحات وقد يصل في أقصى مدى له للمساعدات الإنسانية ويغيب عنها التواجد الاقتصادي المتمر أو التفاعل السياسي الحاضر بتقديم مبادرات قابلة للتطبيق أو لوساطات تتزعمها الجامعة العربية مثلاً الهجوم على الأراضي الفلسطينية قضية التوطي أو الاستيطان التي ظهرت في الأسبوع الماضي وسكوت الجامعة العربية أو صمتها المريب وكذلك كما قلت القضايا الأخرى والتي هي صراحة تتير الشجون فيما وصلت إليه هذه الجامعة وكذلك فيما وصلت إليه مسألة التنسيق والتعاون أيضاً من بين التحديات هو إعادة دعم أجهزتها المختلفة وآلية عملها هناك عدد من الأجهزة المختلفة التابعة للجامعة تعاني من توقف عملها وبالتالي فإن هذا يؤثر على الجامعة أيضاً هناك مجموعة من المطالب لتجاوز هذه التحديات في أفق رهان التنسيق والوحدة حيث ظهرت تعديد من المقترحات المطالبة بتعديل ميتاق الجامعة وهذه بعض النقاط منها تحديد مفهوم للعدوان وجوب الإجماع في اتخاذ القرارات غياب فكرة التحكيم الإجباري من اختصاصات الجامعة أي أن الجامعة يفترض أن تتدخل إجبارياً عندما يكون هناك خلاف بين دولتين كذلك آلية تصويت بالإجماع والتي نص عليها ميتاق الجامعة بجانب ضرورة صدور أعمال وقرارات تخص الدول الأعضاء لها طابع الإلزامية من الجامعة وكذلك علاقة الجامعة بالمنظمات الأخرى ويتطلب إجراء التعديل أن تكون الجامعة وبالتأكيد دولها في حالة من الاستقرار السياسي الذي يمكنها من اتخاذ القرارات وإعادة صياغة المواد أي مواد المتاق بالنحو الذي يضمن أن يكون مضمنه ملائماً للرؤية الحالية على المدى الطويل وأن تكون هذه التعديلات المضافة على أرضية صلبة رغم هذه التعديلات المقترحة فإنها لا تشكل بصراحة المشكلة الرئيسية في موقف الجامعة السياسي والذي يعتبر الحاكم الرئيسي لقرارتها وفاعليتها وإن كان هذا التحدي في غياب الأموال أو غيرها لا يمثل مشكلة رئيسية لما تتخذه الجامعة من توجهات أو قراراتها بالتفاعل مع القضايا المختلفة إذن هناك أرضية هناك مقترحات وسنعود إليها مقترحات للإصلاح ولكن في غياب استقرار الدول التي هي أعضاء داخل الجامعة فلا يمكن الحديث عن أي فعالية لهذه المقترحات أو لهذه التعديلات لأن استمرار الأزمات والصراعات التي تعاني منها المنطقة العربية وطول أمدها ودخولها فيما يزيد عن عقد أو أكثر هناك بعض الصراعات التي تتجاوز خمسين أو أربعين سنة بين بعض الدول والتصاعد دور المنظمات الإقليمية والدولية في تلك الأزمات يزيد من حجم الدور المنتظر من الجامعة ويلقي على عاتقها مسؤولية أكبر ويجعل أي تحديات تواجهها أكثر الحاحن للحل والتقويم ولكن مع كامل الأسف مع غياب الرغبة لدى الدول الأعضاء في الجامعة العربية للعمل المشترك أو تواجدها هو المحدد الرئيسي لفعالية الدور السياسي من عدمه فإذا حضر وازداد دور الجامعة في قضايا المنطقة وإن استمر الوضع كما هو عليه في هذا التحديات فإن هذه المطالبات سيكون مآلها الفشل والإحباط بطبيعة الحال إذن قبل عرض مجموعة من التوصيات سأعرض هنا بعض الاستنتاجات حول الجامعة العربية إذن كاستنتاج أول عجزت جامعة الدول العربية رجاء الشريحة الموالية عجزت جامعة الدول العربية منذ تأسيسها عن إنشاء كيان عربي متماسك وقوي قادر على الصمود في مواجهة الأزمات التي تعصف بالعلاقات بين الدول العربية وذلك لأسباب متعددة منها ما يتعلق بميثاقها وطبيعة العلاقة بين الأعضاء وطبيعة المصالح الإقليمية والدولية وقد ساهمت هذه الأسباب في ضعف أداء الجامعة وساعدت في إفراغ ميثاقها من محتوى مما أدى لحالة من التدهور والتبعتر في العلاقات العربية العربية بسبب طغيان الإرادة القطرية الإرادة الوطنية أو القطرية للدول الأعضاء على الإرادة العربية في معظم القضايا ثم إن منظومة العمل العربي المشترك لا ينبغي أن تظل حبيثة مفاهيم وأطر وهياكل لا تتغير ولا تتطور مع تغير العلاقات الدولية وإلا أصيبت بالجمود ومع كامل أسف نلاحظ أنه ليس هناك أي رغبة في تطوير أو في تغيير متاق جامعة الدول العربية وفي إعادة قراءة مسيراتها من طرف الأنظمة العربية وعليه فإن تطوير وتحديد هذه المنظومة من حيث مفاهيم وآليات وآليات العمل أصبح ضرورة ملحة لتحسين الآداء وغلوغ الأهداف والغايات في إعلان قمة تونس تم طرح عدد النقط للإصلاح من بينها تطوير العمل العربي المشترك وفق برامج ومشارع إصلاحية تنسيقية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والدفاعية والعسكرية ثم كانت هناك مطالب لإنشاء محكمة عدل عربية للنظر في مختلف القضايا العربية الهامة من الناحية القانونية على غرار محكمة العدل الدولية المتواجدة في لاهاي ثم أيضاً كانت هناك من بين النقاط المطروحة للإصلاح بهذه القمة إنشاء برلمان عربي انتقالي واعتماد نظامه الأساسي على غرار البرلمان الأوروبي وكذلك إنشاء هيئة لمتابعة تنفيذ القرارات والالتزامات وتعديل بعض المواد والفقرات من المتاق وخاصة ما يتعلق بشأن التصويت في الحالات الخاصة بالاعتداء على دولة عضو واعتماد نص جديد للماد السابعة من المتاق بحيث يتم تعديل آلية اتخاذ القرار وكذلك من بين النقاط المقترحة في هذه القمة تطوير معاهدة اتفاع العربي المشترك وإنشاء جيش عربي مشترك وتطوير المجلس الاقتصادي والاجتماعي وكذلك إنشاء منظمات ومجالس وزارية متخصصة لدراسة المشاكل المالية للمنظمة وكذلك بعض القضايا مثلا إشكالية الماء إشكالية الغذاء في الدول العربية الاستنتاج الثاني أن ما توصلنا إليه أن الجامعة العربية تعاني قصورا حقيقيا على جميع الأصعدة وأنه لا بد من عملية الإصلاح بنيوي صراحة وإصلاح هيكل مهم بالنسبة للجامعة فأهم خطوة يمكن القيام بها هي ضرورة تعديل الميتاق لأنه قاصر لعدة مبررات أهمها أنه لم يعد يساير التطلبات وواقع النظام الإقليمي العربي والتحولات الراهنة وتحديات النظام الدولي كما أن تعديله سوف يغني الواقع عن المبررات التي تحتكم إليها الدول عقب كل فشل فدائما الأنظمة تعلق فشل أعمال جامعة أو فشل مؤتمرات الجامعة على الميتاق الذي لم يعد يساير الواقع وكذلك على مؤسسات الجامعة التي تجاوزها العمل أو تجاوزها المفهوم الجديد للتنظيمات والمنظمات الدولية إذن فهو تعديل الميتاق فهو الركيزة الأساسية التي يبنى عليها العمل المشترك حيث أنه من غير المعقول بناء نظام فعال على نمط الاتحاد الأوروبي مثلا والجامعة تعاني قصورا هيكليا يفتقر إلى سلطة ملزمة أن كما نعلم جامعة أن رغم ربما الأموال التي تصرف ورغم هذه الهياكل ورغم هذه المؤسسات ورغم ما قد هذا إذا كان هناك قرار للجامعة فإنه لا يعتبر قرارا ملزما وبالتالي ربما قد لا تساوي حتى الحبر الذي تكتب عليه هذه القرارات لأنها دائما تفشل في التنزيل إذن والخطورة هنا تتمثل في إمكانية نهيار جامعة الدول العربية واستبدالها بتجمع عربي فرعي آخر قد يكون مثلا مجلس تعاو الخليجي أو الاتحاد المغاربي رغم أنهما أيضا يعانيان من نفس التحديات ومن نفس الإكرهات التي تعاني منها الجامعة العربية أو الاستجابة للمبادرة اليمنية التي اقترحت الاتحاد عربي موسع أو غيرها من الأفكار التي لها علاقة بهذه الصلاة وسنختم بالتوصيات حيث يتطلب أمر إصلاح جامعة الدول العربية بداية المصالحة بين الدول العربية وذلك بإعادة صياغة العلاقات العربية العربية لإيقاف هذا الانهيار والذي ينعكس على المؤسسة الرسمية العربية وكذلك من بين التوصيات واعتماد خطة إصلاح شاملة لجامعة الدول العربية لتلائم التغييرات السياسية العربية الرهنة ثم تعديل بعض المواد المتاق كما سبقت الإشارة بضرورة الالتجاء للقوة لفض المنازعات العربية العربية عند اعتداء دولة عربية على أخرى لما فيه تأثير على سيادة الدولة المعتدة عليها وسلامة أراضيها لأن هناك المواد تشير إلى عدم التجاء جامعة الدول العربية إلى استعمال القوة في أي قرارة تتخذها رغم مهما كانت حالة النزاع بين الدولتين إذن هناك مطالبة بالالتجاء فعلاً لقوة لفض هذه النزاعات ونظام التصويت في أجهزة الجامعة جامعة الدول العربية بالإضافة للمواد المتعلقة بتسوية المنازعات والالتزامات بالقرارات من طرف الأعضاء أيضاً من بين التوصيات إحياء الأمن القومي العربي من خلال إنشاء مجلس أمن القومي عربي يكون قادراً على الإنسجام مع المتغيرات الدولية والإقليمية والعربية ودعم المنظمات العربية المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية ثم سادساً إنشاء شبكة التواصل بين جامعة الدول العربية والمجتمع العربي ومؤسساته ثم كذلك اعتماد أسلوب ديبلوماسية الجماعية وإنشاء محكمة عدل عربية للنظر في المنازعات العربية ثم أخيراً وليس آخراً بيان مفهوم الأمن الماء العربي لأنه أزمة الماء من بين أهم المشاكل التي ستواجه الدول العربية من خلال الخمسين سنة المقبلة وما أزمة النين وكذلك أزمة الفورات كنهرين أساسيين وموردين للماء في المنطقة العربية إلا أزمات خانقة وقد تصل بالدول العربية إلى منعطف خطير في الاستجابة للأمن الغذائي وكذلك للأمن المائي حيث يمكن لجامعة الدول العربية تؤدي دوراً مهماً في إيجاد هذه المنطلقات ورسم السياسة المائية العربية بشكل فعال لاعتبار الأمن المائي والغذائي كما سبقت الإشارة أكبر مشكلتين ستواجهان العالم العربي في السنوات المقبلة بطبيعة الحال بالإضافة إلى الصراعات بين الدول العربية وشكراً لكم على وفائكم وعلى الاستماع حياكم الله دكتورة الله سبحانه وتعالى وعن جميع المسلمين كل خير طبعاً نذكر الأخوة المشتركين والمشتركات اللي بيحب يسأل الدكتورة صباح أي سؤال إما أن يرفع يده على الشات كي نفتح له المجال الصوتي أو يقوم بإرسال رسائله على الشات كتابة صدري استاذي الله يكرمك نعم مرحباً هل هناك من يود طرح الأسئلة فيه إخت رفعت إيده ورجعت سبحان الله طب دكتورة نتوجه للأسئلة الموجودة نعم تفضل إن شاء الله تعالى قيناً بس لحظة نعم هناك أستاذ رفع يده تفضل أستاذ تفضل أشهد الله إله 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 سبحان الله بعد أن يرفع إيدو عمال بيزيلة كأني تفضل أخي حسن أخي حسن مجال تفضل السلام عليكم كيف الحال عليكم السلام بركاته أستاذ حسن الدكتورة صباح حياكم الله شكرا يا دكتورة على هذه المحاضرة القيمة والتي فيها غنية كثيراً بالمعلومات لكن هي محاضرة غنية بالمعلومات لكن الإطارين الكبيرين التي تم اختيارهما للحديث عنهما هما فقيرين من الإنسانية سواء فيما يتعلق بمنظمة الأمم المتحدة والكل يعرف كيف تمخضت وكيف تشكلت بعد يعني الدول شكلها أولاً الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية ونحن نعرف السياقات التي حكمت هذا الإنشاء والذي جاء ليحمي مصالح هذه الدول حتى أن الدول المسيطرة والتي تتمتع بهذا النظام الذي يعتبره نظاماً شائراً ولا ديمقراطياً نظام الفيتو الذي يضم الدول الخمس هو حقيقة وإن كان يتدرع بأنه جاء لحفظ السلام والأمن وغير ذلك ولكن الواقع هو غير ذلك لا سلام إنما هي وقد أفلح حينما يحمل المتظاهرون شعاراتهم في الدول العربية وغيرها الإسلامية يكفينا يكفينا من الحروب أمريكا أمريكا عدوة الشعوب وليس أمريكا وحدها أمريكا والدول التي تحالفها نحن نعلم نحن المخاضرمين عيشنا أزمة الخليج منذ الاجتياح العراقي للكويت وما صحبه من تدمير للخليج كلها تعالى عليها بتداء بالعراق وبناء على أكاديم كذوبة أسلحة الضمر الشامل التي بنوى عليها تدمير العراق والتدخل فيه كذلك أكذوبة الأسلحة والتي تتوفر في أفغانستان وأكذوبة باللدن والذي على أي تريهات تم التدخل يعني في أفغانستان من أجل إنشاء الحضارة والإنسانية وكذا هذا هو الظاهر لكن في باطنه عذاب في باطنه تدمير للحضارة وتدمير للإنسان والحيوان والشجر والبشر إذن لا يخفع هذا وفي نهاية المطف خرجت أمريكا تجل أديال الخيبة وتركت الخارج إذن أين السلام أين الأمن أين الحروب يعني أين السلام والأمن الذي يسوقونه على إسماعينا كذلك قلت يعني المنظمة أخرى غانية بالمعلومات ولكنها فقيرة من الإنسانية يمن ضمن جامعة الدول العربية جامعة الدول العربية لله ذركم يعطوني حلا واحدا أو إنجاز واحدا يحسب لهذه الجامعة هي جامعة خراب في خراب فقال عنها لأحد شعراء أخي الحسن أوليك ما كنت يبارك فيك الجامعة العربية إلى أنجاز إلى أنجاز عظيم طبعا قبل أيام رجعت ملك التبتال نعم هذا إنجاز هذا إنجاز أحسنت رجعت رجعت المجرمين الذين قتلوا شعوبهم ودبحوا الأطفال بالكيماوي وقنابي المتفجرات هذا يحسب هذا إنجاز ملك الدماء أقول أحسن أحسن تعبير عبر عنه الشاعر العراقي الذي يعيش في منفاه للأسف والذي وحيه كل التحية الأستاذ أحمد مطر عبر عن جامعة العربية في بيتين سأختصر قفص عصري لوحوش الغاب لا يسمح للإنسان أن تدخله فكتبوا فوق الباب جامعة الدول العربية وهذا هو الشاهد عبر عنه أنه قفص عصري لوحوش الغاب تصوروا معي أن التدخل الذي وقع على اجتياح والتدخل في اليمن اليمن السعيد أصعده الله وارد إليه ابتسامته وحضارته وكل حضارة حضارة حضر موت وحضارة اليمن وحضارة حضارة يعني إلى غير ذلك هذه الحضارة التي عرفت ملكة بالقيس هذا ليس المكان الذي استفاد فيها قلت مكان الاجتياح مكان تقرير هذا الاجتياح هنا وقع وقع في أرض الكينانة على أرض مصر الجريحة قالوا بأن الهدف ديال التدخل هدف التدخل والذي سموه عاصفة الحزن استرداد الشرعية أي شرعية أن تنطلق من بلد لا يملك شرعية ونظام لا يملك شرعية انقلب على الشرعية وعلى رئيسه الشرعي ورحمة الله على الرئيس الشهيد محمد مرسي لكي تتدخل في اليمن الاستدارة الشرعية كيف هذا فقدوا الشيء لا يعطيه إذن هذا فقط فيض من غيط ثم تصوروا معي قرار تدخلت قرار تقدمت به فلسطين من أجل إدانة الإمارة العربية بخصوص التطبيع فأسقطت جامعة الدول العربية أسقطت هذا القرار وهذا أقول غيط المذفير إذن فهذه المكونين وإن يحملوا في طياتهم أسماء يعني الوحدة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية على المستوى الإسم ولكن على المستوى الواقع الواقعي هو يحمل تفرق ويحمل إقصاء ويحمل تفتيت ويحمل غير ذلك فالواقع هو غير ما في جمال الإسم هناك قبح الواقع جمال الإسم الأمم المتحدة جامعة الدول العربية لكن الواقع هو تفرق الدول العربية والأمم الغير المتحدة والأمم الظالمة والأمم الطاحنة للشعوب الفقيرة لا أريد أن أقول طيل كلام معكم شيقة الدكتورة استفادت كثيرا بمعلومات تمينة وكذا إلا أن أريد فقط التنويه لهذه الإشارة أن هذه الدول ما ترفعه من شعارة هو ضد عكسه ما يقع في عالمنا أسأل الله أن يبرم لهذه الأمة والإنسان يا إبراه مرشد وصلاح والسلام عليكم ورحمة الله شكرا أن أستدحم دعا لا صبرك علي حياكم الله أخي حسن قضر دكتورة صراحة لا أختلف مع ما ذكره ورغم ذلك لا بد من الاعتراف منذ بداية أو منذ التحاقنا بالمدارس سواء في مراحل ابتدائية أو في مراحل إعداد يرى مختلاف المسميات في البلدان دائما يدرس لنا أساتد التاريخ مقولة مشهورة أن التاريخ يكتبه المنتصرون وأقول هنا أيضا أن القرارات الدولية تتخذ من طرف المنتصرين ومن طرف الأقوية ولا بد من أن سلسلة الدولة أو مرورها من مراحل هي سنة ماضية كما قال ابن خلدون فلا يمكن أن تكون دائما الأمة العربية إذا خلت أو إذا فرغت من أساسها أو من أساس وجودها الذي هو الاستخلاف ودولة العمران أن تحقق بعض النتائج أو بعض على الأرض ولكن ما دمنا نسلم بأيدينا سواء للدول الكبرى المتقدمة أو ما يتم الآن من صياغة واقع عربي صراحة مؤلم جدا فيما يتعلق بالمضي في التطبيع في سياسة التطبيع وكذلك مع التعامل في المستوى الدولي من قرارات اتخذتها الأمم المتحدة في مجلس الأمن فهذا لا يعني أن نقول أن هذه المؤسسات لا ضرورة لها لقد قرأت في الشر هناك من يقول لماذا لا يتم إلغاء هذه المنظمات أو الجامعة جامعة الدول العربية مادم أنها ليس لها دور ولكن رغم ذلك لا بد من الإشادة وقد ذكرت هذه المعلومة أن مثلا الجمعية العامة هي مكان لإبلاغ صوت الشعوب المظلومة رغم أن التاريخ ربما لا يرحم لا يرحم من يسلم بيده وأقول هنا وأرجع إلى ما ذكرته سواء ما يتعلق بمصر أو ما يتعلق بسوريا أو ما يتعلق بالعراق أو اليمن أو اللبنان حاليا من خلال التدخل في سياستها أو كذلك تونس أو جميع الدول في العالم العربي ما تعانيه فهو فيه جزء يرجع إلى عامل ذاتي فعندما يلتقي الاستبداد الأنظمة بفساد الشعوب أو بفساد المسؤولين في هذه الشعوب فلا يمكن أن نتحدث لا عن تقدم ولا عن تنسيق ولا عن تعاون ولا عن حتى وقوف أمام هذه القرارات الدولية لقد قلت بأننا فعلا نحن جيل المخضرمين الذين حضرنا أزمة الخليج وعايشناها من خلال في مدارسنا وفي ثانوياتنا وفي جامعاتنا وكذلك عايشنا بعد ذلك الحرب على العراق سنة 2003 وكذلك الربيع العربي بكل مخاضاته ومآلاته وما يسمى بالطورة المضادة كل هذا في ماذا يبني في أن هناك عاملا ذاتيا وهناك وعيا يجب أن يستتب في الشعوب العربية فما دامت هذه الشعوب أيضا متخادلة ومسلمة للأنظمة فلا يمكن أن نتحدث لا عن وجود لجامعة عربية ولا عن وجود لقوة عربية أو إسلامية يمكن أن تواجه أو أن تكون في ندية مع الدول مع الدول الكبرى أو في منظمة الأمم المتحدة أو مع الخمس الكبار الذين يملكون حق الفيتون مع الإشارة إلى أن مثلا هناك الآن ما يسمى بإعادة أو إعادة توازن للسياسة العالمية أو للمنتظم الدولي من خلال ما تقوم به مثلا الصين حاليا واليابان بعد أن تخلصت اليابان من معاهدة عدم التسلح ربما قد تكون هذه الدول تعيد بعض التوازن للمنتظم الدولي نعم شكرا تفضل أستاذ متوكل أخي متوكل تفضل قبل أعطاء الكلمة الأستاذ متوكل هناك من طلب مني فقط ذكر إنجاز واحد للجامعة العربية دكتورة تفضلي تفضلي أنا على طول المحاضرة لم أخبر ولم أقول بأن هناك هناك إنجاز يحسب للجامعة العربية لأن عندما تكون البدايات غير واضحة وعندما تكون البدايات غير سليمة فلا يمكن الحديث عن نتائج أو عن نهايات سليمة أو فاعلة أو فعالة بداية إذا ولدت الجنين مشوها لا يمكن رغم مجموعة من العمليات التقويمية إلا إذا كانت عمليات بنيوية أن نرجعه جنينا سويا وبالتالي نفس الشيء سواء بالنسبة لمنظمة الأمم المتحدة أو بالنسبة لجامعة الدول العربية ولدت من رحم مجموعة من الإشكالات مجموعة من التحديات في إطار وضع وخاصة بالنسبة للجامعة العربية في إطار حال وواقع للدول العربية في حالة الاستعمار والاستضعاف والتكالب حتى لما كانت هناك فرصة للدول العربية لكي تمتلك بعضا من زمام أمرها وقراراتها في سنة 1973 بعدما تم التلويح بمسألة النفط إلا أنها سرعان ما تم التراجع وسحب هذه الورقة وبالتالي عادة الأحداث أو كما يسمى عادة ريما إلى عادتها القديمة فاستمرت جامعة الدول العربية في عدم الجمع بين العرب وربما مجموعة من المسميات كما ذكر الأستاذ حسن لهذه المؤتمرات التي تعقدها الجامعة العربية فقط هناك استعراض للبهرجة هناك مجموعة من التصريحات هناك تنديدات وقد قلت في آخر المحاضرة قد لا تساوي حتى الحبر الذي كتبت به نعم تفضل أستاذ متوكل السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام شكراً لأستاذ الدكتور على هذه المحاضرة القيمة عندي بعض ملاحظات حول ما جاء في العرض أو مضامين العرض أفتتحها بما يلي تحتوي المواثيق الدولية أو الدولية للأمم المتحدة على مضامين واستراتيجيات وآليات تمثل تهديداً حقيقياً للمجتمعات العربية والإسلامية بل للوجود الإنساني بكامله على المستوى السياسي والثقافي والوجود والفكري والاجتماعي على المستوى السياسي نجد أن هذه الدول الدائمة في هذه المنظمة ومن يليها استعمرت الدول العربية استعماراً مباشراً تقليدياً كما عرفناه في التاريخ واستعمار غير مباشر حيث أن معظم الدول العربية هي ذيلية تبعية لهذه الأنظمة التي تسيطر على العالم فكيف تدافع عن حقوقها وعن وجودها على المستوى الاجتماعي هناك مجموعة من المضامن تتسعى في طياتها إلى هدم القيم إلى هدم القيم الجامعة النبيلة قيم الأسرة وغير ذلك تهدد الأسرة وإذا هددت الأسرة فالمجتمع بالكامل هي مهدد على المستوى الاقتصادي هذه الدول أو معظم هذه الدول تسيطر على مدخرات الدول النامية والدول العربية والدول الإسلامية إذن هنا نجد بأن هذه المواتق في كلياتها تشكل تهديداً حقيقياً للوجود العربي الإسلامي أما حينما نتحدث عن الجامعة العربية فكما يقال اجتمع العرب على أن لا يجتمعوا فكيف لهؤلاء العرب أن يجتمعوا في جامعة قوية وأنظمتهم مستبدة وأنظمة ديكتاتورية لا يمكن أن تنتج لنا منظمة قوية تدافع عن حقوقهم وعن وجودهم وعن سياساتهم وأن يكون لهم رأي قوي في المنتظم الدولي هذه الدول هي دول تبعية للدول القوية فكيف لها أن تدافع عن حقوقها وعن وجودها ماذا قدمت لنا هذه الجامعة منذ نشآتها إلى الآن ونحن نرى التخلف العربي التمزق العربي سياسياً واقتصادياً هناك تفكك هناك تدخل خارجي ماذا قدمت هناك إسرائيل تتغول في فلسطيني تقتل الفلسطينيين يومياً ماذا قدمت لنا هذه الجامعة العربية لا شيء يا سيدتي وأستسمح والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله أستاذ متوكل ربما قد نختلف بين الناحية الأكاديمية والناحية هذا الإحساس أو هذه العاطفة التي نتحدث بها في هذه المحاضرة نعم أتفق معكم أن هناك مجموعة من المبادئ والآليات ولكن دائماً كما قلت في المحاضرة السابقة أنا لست من هوات نظرية المؤامرة فربما هذه الآليات قد نتحدث مثلاً عن مسألة استهداف مؤسسة الأسرة وقد تم الحديث أو التطرق إليها في المحاضرة السابقة بالنسبة هناك مشاكل هناك خواء روحي هناك بعض المعضلات التي ظهرت في المجتمعات الغربية وحاولت هذه المجتمعات أن تجد لها حلولاً من خلال البرادغمات صالحة لهذه المجتمعات أو تنتجها هذه المجتمعات إذن هناك مجموعة من النظريات هناك مجموعة من المناهج التي تستعملها هذه الدول في معالجة مشاكلها ربما أنا من لماذا لا نعمل نحن كعرب وكمسلمين إلى إنتاج نظرياتنا إلى إنتاج آلياتنا إلى إنتاج حلول لمشاكلنا التي تواجهنا نعم ربما الآن مسألة أن الكون أو عفواً كرة الأرضية أصبحت قرية واحدة فما يحدث مثلاً في الغرب في الولايات المتحدة الأمريكية أو ما يحدث في الشرق مثلاً في اليابان أو الصين قد يصل تأثيره إلى الوطن العربي أو قد يصل تأثيره إلى الدول الأوروبية ولكن هذا لا يعني أننا نضرب جملة وتفصيلاً بهذه المواتيق بهذه المنظمات دورها بأهميتها الإشكال هو دائماً في ذلك الشرق الذي يوجد بين مواد القانون أو مواد الميطاق وبين تنزيله على أرض الواقع نعم هناك دول تحافظ على مصالحها أو هناك دول تسعى للمزيد من التروات الاقتصادية هناك دول تسعى ربما لتصدير فائض مثلاً من الوجود العسكري لديها الولايات المتحدة وصلت إلى تخمة في التواجد العسكري فكان لها رغبة في تصدير هذه الجموع ودون أن تؤدي هي ولو دولاراً واحداً لها لأنه عندما نتحدث مثلاً عن قوات التدخل السريع أو مثلاً عن ما حدث في العراق فكانت الدول العربية هي التي تؤدي لهؤلاء الجنود الذين يتواجدون مثلاً على أرض العراق أو ما يتواجدون الآن في شمال السورية سواء كانوا تابعين لتوركيا أو للدول الغربية أو لدول أخرى أو لروسيا مثلاً إذن عندما يكون لدى هذه الدول مصالح تريد الحفاظ عليها فليس ذنبها هي بل ذنبنا نحن أننا لا نعرف ما هي مصالحنا ولا ننتج نظرياتنا ولا ننتج آليات للحفاظ على قوة على قوة اقتراحاتنا أو للحفاظ ولو على الحد الأدنى من قراراتنا ومن مصالح شعوبنا إذن هذه الدول تسعى لمصالحها تحاول إيجاد الحل لمشاكلها لقضاياها سواء مثلاً كانت قضية الشدود الجنسي الذي انتشر أو مثلاً قضية الإجهاد وأنا أعرف لماذا الحديث عن الأسرة وعن استهداف الأسرة هذه قضايا توجد عندهم فوجدوا لها هذه الحلول وجدوا لها هذه التقنين بهذه الطريقة ماذا وجدنا نحن كدول عربية ومسلمة لقضايانا ولمشاكلنا التي تتواجد أيضاً في مجتمعاتنا لا يمكن دائماً أن نوجه أصبع الاتهام لهذه الدول رغم ما لها فعلاً من قوة عسكرية وقوة اقتصادية وقوة تدخلية في دولنا ولكن رغم ذلك ماذا نفعل نحن وما هو قرارنا هناك ربما أن المثألة أو بنية العمران أو بنية العمران أو دولة العمران الأخاوي أو بنية أو دولة العمران أو دولة التي استخلفنا الله سبحانه وتعالى لنحققها على الأرض هل فعل نحن كمسلمين ونحن كعرب التزمنا بمبادئها وآلياتها ومؤسساتها لكي نتحقق لا يمكن أن نطالب الآخر بما لا يمكن أن نوفره فينا والله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفز ماذا فعلنا كدول عربية وكشعوب عربية حالة مصر بعد 2013 عندما يتم الإنقلاب على رئيس شرعي أول رئيس شرعي بانتخابات شرعية ماذا كان موقف الدول العربية موقف الأنظمة العربية لأن هناك سياق خارجي وسياق داخلي وهناك تخوف مرحلي كان لمسألة أن هناك ما يسمى بالإسلام السياسي بين قوسين هناك هذا الصعود لهذا الإسلام السياسي فهناك إنحناء للسياق الدولي للحظات أو لفترات أو لمراحل معينة ثم تم الإنقلاب على هذه التوراة ثم وكذلك أن ذكرت في المحاضرة السابقة أن هناك من بين التنظيمات الغير رسمية والمؤترة مسألة المراكز البحتية أين هي مراكزنا البحتية في العالم العربي التي تبحث أو التي تحاول أن تضع استراتيجيات وآليات لمراحل مستقبلية من هنا لعشرين سنة كيف يتصور مثلا هذا الحديث مثلا كيف يتصور العالم العربي من هنا لعشرين سنة عندما كنت في طالبة دكتورة فوجدت ما وقع في العراق وما وقع بعد سنة 2001 وما وقع في ما يسمى بالربيع العربي بين قوسين أن هناك أبحاث وتقارير أنجزت حتى قبل ميلادي أنا أو حتى ربما قبل ميلادي الأكثر منكم في بداية السبعينات هناك تقارير ودراسة أنجزت وتضع آليات لتصريف مجموعة من التطورات ومن القراءات الاستشرافية لمستقبل المنطقة العربية حتى أنه في بعض التقارير عن معهد كارينجي قال بأن يجب أن يتم زرع عشر في المئة من الساكنة التي تدين وهنا لا أعيب على أي دين أنا مسلمة ولكن لا أعيب على أي دين ولكن أنه سيتم زرع عشر في المئة ممن يدين بالمسيحية أو باليهودية في جميع الدول المسلمة لكي يتم إمكانية التدخل الدول الغربية باسم حرية الأقليات في هذه الدول هذا كان في بداية السبعينات وهو ما يتم العمل عليه الآن أصبح مسألة حماية الأقليات الدينية أو حماية الأقليات العرقية هو سبب من أسباب تفتيت وتشتيت العالم العربي ما يجري في سوريا أو في العراق أو في مجموعة في لبنان أو في باقي الدول العربية قد نصل إلى هذه المرحلة والتدخل من أجل حماية هذه الأقليات مسألة مسألة أخرى قوة القوة الاقتصادية قد قلت في المحاضرة السابقة أن العالم العربي والعالم الإسلامي يشمل أو يتضمن جميع الإمكانيات الديمغرافية والجغرافية والاقتصادية والثقافية وحتى التي يمكنها أن تكون هناك وحدة عربية وإسلامية قوية ولكن أن هذه الخلافات بين هذه الدول والبحث عن المصالح الشخصية بدل مصالح الشعوب هو ما أوصلنا لهذه المراحل ولأن نكون مضغة صائغة في يد القوى سواء القوى استكبار شرقا وغربا وربما لست أيضا ممن يفرح أو يتفائل بهذا التنين الذي أصبح يتقوى يوما بعد يوم لأنه لن يكون أرحم علينا من الغرب أو من الولايات المتحدة الأمريكية إذا لم تكن لنا نحن كعرب قوة ومصدر تنسيق وتوحيد وتضامن وربما قد يكون في إطار إذا لم تكن هناك هذه الهبة وهذه اليقضى للشعوب العربية وكذلك للأنظمة للتوحد لن يكون هناك قدرة على مواجهة ما يتم إيجاده أو ما يتم تحضيره لمستقبل الأمة العربية ومع كامل أسف أنا أتفق ولكن أكاديميا وعلميا لا يمكن أن نقول بأن هذه هذه المنظمات ليس لها أي قيمة علمية أو أي قيمة من حيث وجودها أو من حيث تأسيسها أو من حيث مؤسستها ولكن دائما نقول أن الشرخ بين ما هو موجود في المواتق وبين التنزيل هنا يمكن إعادة النظر لأن الواقع غير ما هو موجود في المواتق نعم أيها طبعا تعقيبا على كلامك الغرب لا يسعى فقط إلى نشر الأقليات في البلاد العربية يعني ليقوم بالتدخل فقط طبعا يسعى الآن إلى نشر الشزوز أو المنحرفين على مستوى العالم وتشجيعهم وتأمين حقوق وحمايتهم حتى في بلاد عربية ويتم الضغط على الحكومات لإصدار قوانين بذلك يعني ما بس بالنسبة للأقليات وحتى الأديان الأمر أكبر من هيك سبحان الله أستاذ أستاذ فقط فقط في مسألة الشدود قبل سنتين أو أكثر كنت استدعيت لمحاضرة حول الحريات الفردية في العالم العربي وفي المعرب بالتغط فأثناء البحث ربما مسألة تشجيع أو نشر الشدود ومسألة نشر مثلاً عندما نتحدث عن حرية العقيدة نشر الإلحاد لهذا نرجع ما هو دورنا نحن دورنا كمؤسسات دورنا كإعلام دورنا مؤسسات أتحدث عن مؤسسات نشر السياسية دورنا كإعلام دورنا كأسر دورنا كمساجد أصبحنا فقط نحصر دور المسجد في الصلاوات دورنا كمساجد دور في التوعية والتحسيز لأن الشدود أو ربما ليس وليد العصر فقد كان أيضا منتشرا في العصور القادمة في العصور القديمة فأعفوا في الدول العربية إذن ليس وليد العصر ولكن كان هناك ما يسمى بعدم إشاعة الفاحشة اليوم الإشكال أن هناك لوبيات قوية لوبيات قوية وليس هدفها فقط هدم الأسرة المسلمة لأن هذا خطير لأن الشدود لا لا يستهدف فقط الأسرة المسلمة بل يستهدف الأسرة في كيانها يستهدف الفطرة البشرية في كيانها وليس الأسرة المسلمة هناك أيضا حركات سواء مسيحية أو يهودية أو بعض حتى بعض اللادينيين الآن الذين يحاربون فكرة يحاربون مسألة الشدود وهم ضد مسألة الشدود وكذلك لأنه تجاوزنا الشدود إلى أنواع أخطر منه فيما يتعلق بالعلاقات الجنسية ربما أصبحنا نتحدث عن ما هو أكثر من الشدود مع الحيوانات مع الطبيعة هناك نوع من الدعاو الخطيرة جدا في استهداف البشر في استهداف الإنسان كإنسان ولا يتعلق الأمر فقط بالإنسان المسلم أنا فقط ألح على هذه المقطع تستهدف الأسرة سواء كانت مسلمة أو كانت في اليابان أو كانت في إيطاليا أو كانت في كندا أو كانت في جنوب إفريقيا يستهدف البنيان الأسري وبالتالي عندما نتحدث عن مسألة حريات المعتقد أو مسألة الإجهاد أو مسألة الحريات الفردية أو ما يقال عن حريات فردية بين قوسين فقط لأن الخطيرة في أنها تستهدف كيان الإنسان في كينونته وبالتالي أقول أين هو دورنا نحن كمؤسسات وقبله كأفراد داخل أسارنا عندما مثلا فقط اليوم قرأت أن هناك فيلم سينشر في بعض الصالات وربما هو أصله فيه مشاركة بعض الدول العربية سيعرض في الصالات في المغرب وهناك دعاو اليوم لرفض عرضه يتضمن بعض المشاهد المثلية أو بعض الإيحاءات لهذه المشاهد المثلية هناك إنشاء بعض هذه اللوبيات وبعض هذه النخب داخل أوطاننا كما هو تم إنشاء بعض النخب السياسية بعض النخب التقافية الآن هذه النخب التي تستورد هذه التقافة ولها وهي مستندة أو تساندها مساندة من حتى بعض الأنظمة وبالتالي عندما نتحدث يجب أن نتحدث عن دورنا نحن كقوى فاعلة كمجتمع مدني كجمعيات أهلية كدور العلماء كدور المراكز البحثية كدور الإعلام وخاصة خطورة الإعلام في هذه النقطة نعم أستاذ متوقع أنا بوافقك الرأي بالنسبة للاستهداف واستهداف عنصر البشري طبعا بكينولته بغض النظر عن ديانته نعم بس ولكن يعني يتم الترويج عليه أو العمل عليه بشكل أكبر اليوم عربيا نعم أخي متوكل تفضل أخي متوكل السلام عليكم قبل أن يتدخل الأخي متوكل فقط هذه الإشارة لماذا عربيا مثلا فقط ملاحظة أن مثلا دولة كوريا رغم أنها لست دولة مسلمة هي تقاطع كل ما هو يأتي من الإعلام الغربي نحن في دولنا العربية نستورد التقافة الغربية الأخطر من هذا أننا نقوم بدبلجة بعض المسلسلات تتحمل مجموعة من التقافات الغريبة عن واقعنا وتتم دبلجتها بلغاتنا المحلية حتى يعتقد الطفل منذ نعومة أطفاله أن هذه أفكار ومبادئ وتقاليد محلية لدولته وهذا الأخطر مثلا بالنسبة لدولة كاليابان نفس الشيء أيضا تقاطع الأفلام والمسلسلات وكل ما يحمل هذه التقافة الغربية لهذا الاستهداف ليس فقط عربيا ولكن عندما تفتح الأبواب على مصرعيه لهذه التقافات من خلال البرامج التعليمية من خلال الإعلام من خلال الفن من خلال المصرح من خلال التمثيل فهذا يعود الأمر أو يجب أن نتهم أنظمة ونتهم الشعوب التي تستقبل هذه التقافة وفقط إشارة سأعطي الكلمة للأستاذ متوكل مثلا نحن في مواقع التواصل أو دائما نندد بالتفاهى نندد بما يتم عرضه ونندد وخاصة في شهر رمضان وكذلك ولكن عندما تلاحظ مثلا قد أقول لك ندوى مثل هذه رغم أهميتها قد تجد مثلا عشر إلى عشرين إذا كان هناك مثلا إلى ألف مشاهد على اليوتيوب بينما تجد مقطع تافي مقطع تافي قد تجد من يتابع الملايين من دولنا العربية هذا واقع لماذا إذن يجب مسألة إعادة توجيه إعادة توجيه الخطأ إلى هذه الدوات التي يجب أن نقوم على التوعية وعلى التحسيس وإعادة القيمة لمؤسساتنا سواء كانت دعوية أو سياسية أو أهلية أو جمعوية أستاذ متوكل تفضل دكتورة طبعا تعقبك إلى كلامك بالنسبة إلى وسائل السوشال ميديا أو حتى الإنترنت يعني كان سبحان الله السلاح زوح الدين يعني اليوم الطفل قد يكون عمره أقل من سنة أو سنة يستخدم الموبايل بتنزيب مثلا ألعاب بدخولها على اليوتيوب وبتعرف إمتي هيك المواقع يعني يتم فيها عرض كل شيء من الإباحية حتى إلى اللافتات الشواز أو الشزوز وبالنسبة للفيلم اللي تكلمت عنه أنا بتوقع يمكن تم نشر هذا الفيلم في اليمن من قبل إحدى المنظمات التي تدعم طبعا هكذا قضايا وتم ذكر هذا الفيلم واستنكاره من قبل منصة قيم الدكتور إبراهيم الإبي سبحان الله نرجع الأخ متوكل أخي متوكل تفضل أخرنا عليك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله وبركاته تفضل أخي متوكل ونحن نتحدث عن بعض مضامين هذه الأمام والتحدة وقلت سابقا أن من بين هذه المضامين والأهداف هدموا الأسرة كما تحدثت وهناك دراسة قيبة في هذا الشأن قدمتها الدكتورة كاملة حلمي في طروحتها المواثق الدولية وأثرها في هدم القصرة للحصول على درجة الدكتورة من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة ترابولوس لبنان عام 1440 هجرية هذه الباحثة كانت تعمل في مكاتب الأمم المتحدة كانت تعمل في مكاتب الأمم المتحدة وقد قدمت هذه الدراسة بطريقة علمية لأن الخبيرة في هذا الشأن واكتشفت أن هذه المواثق تهدد الوجود الإنساني سواء كان عربي أو إسلامي بهدم الأسرة عبر مسارين المسار الأول صرف الشباب عن الزواج لمنع تأسيس أسر جديدة وذلك من خلال إجراءات من بينها التشجيع الممارسة الجنسية خارج نطاق الأسرة كذلك هناك كذلك مسألة أخرى في برامج ما يسمى بصحة الجنسية والإنجابية وشدود الجنسي إلى غير ذلك ثم كذلك في مسألة أخرى وهي الصراع التشجيع الصراع بين الرجل والمرأة داخل الأسرة ليس لبنائها ولإنما لهدمها بحرية مطلقة لأعمل أو لأعمل كل واحد منهما كيف يريد وكيف ينبغي وكيف يريد أن يكون إذن أستاذ متوكل رجاء إذا كان ممكن الحديث عن منظمات الدولية وخاصة جامعة الدولة جامعة الأمة الجامعة العربية لأن هناك مجموعة من القضايا لم أرد طرحها فقط أجلتها للنقاش فدخلنا في موضوع الأسرة والشدود وهذا إذا كان من اختصار في هذه النقطة والانطلاق إلى فيما تبقى من المحاضرة لدور جامعة الدول العربية أو الأمم المتحدة وأستسمح أستاذ متوكل نعم ربما أستاذتي لم أكن خارج على الموضوع ما دمنا نتحدث عن الأمم المتحدة فقلت سابقا في السؤال الأول هناك مضامين واستراتيجيات وأهداف لهذه المنظمة هناك أهداف خفية وعلنية لهدم الأسرة لهذه المنظمة وإنساني نحن نحن لا نتحدث عن الإطار العام والأهداف الجيدة الواضحة لكن هناك إشكال في الممارسة العملية ما نعم تطبيقية هناك اختلالات بين النظرية وبين التطبيق هناك مشكلة أستاذة نعم نعم أستفق معك أستفق معك بهذه النقطة نعم هناك إشكال ولكن صراحة نعم تحت يكمل حديثك ربما هذه النقطة التي أريد أن أشير إلى وشكرا جزيلا لك شكرا دكتور الأخ عبد الرحمن يقول إذا كان ولا بد ولنفرض جدلا أن جامعة الدول العربية قد استطعت إيجاد حل لأزمة الأمن المائي أو لأمن الغزائي هل سيقوم أحد الأعضاء بالانتزام بالقرارات أو الاقتراحات التي تمس شخصيا مصالح رئيس الدول المعنية فيما يتعلق بالأمن المائي هناك إشكال كبير جدا خاصة فيما يتعلق بنهر النيل ما يحدث مع إيتيوبيا وسد النهضة وهناك أيضا ما يتعلق بنهر دجلة والفورات و مسألة الأمن المائي مع تركيا وكذلك إذن هذا الإشكال بالنسبة لجامعة الدول العربية الأمر الخطير والذي ربما حاولت أن أستشفه من خلال مواقف الجامعة العربية أنه أصلا ليس لها موقف من إشكال مثلا من المياه بالنسبة لمصر إشكال المياه مع سد النهضة ولكن هناك يجب التسليم بمسألة واقعية عندما يقوم رب البيت بإعطاء المفاتيح للص فلا يمكن محاسبة اللص على ما أخذ من المنزل إذن عندما أقوم أنا كربة بيت أو كشخص مسؤول عندما أقوم بتسليم قرارات أو بتسليم بعض الوسائل المهمة التي تتحكم في أمن الدولة أو في أمن الشعب فلماذا نحاسب الآخر عما يحبط ربما كلنا أو بعضنا على الأقل قد شهد اللقاءات التي كانت بين الطرف المصري والطرف الإتيوبي كيف يمكن الحديد أنه في إطار ديبلوماسي الدولية نستعمل مسألة الحلف على أن تحلف لي بأنك لن تمس المصالح هذه الدولة أو هذه إذن حتى هذا البروتوكول الدبلوماسي في إطار التعامل في القضايا الدولية لا يمكن الحديث إذا لم يكن هناك قوة ذاتية تدفعنا إلى ذلك أما هل الجامعة العربية إذا أخذت موقف هناك الجامعة وقد ذكرتها في إطار في الشرائح أنه سياسة التصريحات فقط التنديل ما وقع بالأمس أو ما وقع اليوم فقط في جينين أين دور الجامعة العربية وأين دور حتى بعض الأعضاء أعضائي وحتى أين دور بعض المسؤولين في هذه في الدول العربية نعم هناك أيمن تفضل دكتور تعقبك لكلامك يعني إيش ينفع التصريحات جامعة الدول العربية إذا أصحاب الشأن هن اللي تنازلوا عن أو سمحوا هذا ما قلته نعم هذا ما قلته إذا كان رب البيت قد أعطى المفتاح اللس فلماذا لنعاتب اللس نعم تفضل دكتور أيمن السلام عليكم ورحمة الله أنا أريد أن أسألك سؤال سريع يعني لا أريد أن أطيل ما تعرف القومية العربية أو الدول العربية يعني هل هي التي تجمعها أقليم أم يجمعها عرق أم الذي يجمعها لغة لأني أجد في الدول العربية بعض الدول لا تتكلم العربية وأصولهم ليس من العرب وفي القومية العربية أيضا يوجد شعوب قوميتهم عربية مئة بالمئة لكنهم لا ينتمون إلى العرب فما تعريف ها بالتحديد فقط هذا سؤالي نعم ستحدث عن جامعة الدولة الدول العربية وليس عن القومية العربية نعم عن جامعة الدول العربية نعم لقد عرضت في إطار العضوية أن هناك بعض اعتراض من بعض الدول مثلا على الصومال والجيبوت لأن اللغة التي يتحدثون عليها ليست اللغة العربية ولكن تم قبول عضويتهما لأن أصل الشعوب كما المبرر أن أصل الشعوب هو شعوب عربية غير أن الذي أعرفه أن ليست هناك دولة عربية أو يتحدث شعبها بالعربية ولا تنتمي إلى جامعات الدول العربية إذا كانت لديت نعم يوجد في مالي في مالي في شمال مالي شعوب تتكلم اللغة العربية الفصحة وأصلهم من العرب الطوارق من قبائل من قبائل العربية القديمة وهم يعني يحتلون مسافة 70% من الشعب ولكن مالي تعتبر من بين دول 22 في جامعة الدول العربية على ما أعتقد لا لا مالي ليست الدول العربية هذا إشكال بالنسبة لي ربما لم تتقدم بعضوية لأن مثلا الصومال و الجبوتي عندما تقدموا بالعضوية تم انضمامهما للدول العربية وبالنسبة لعضوية هناك مسألة اختيارية أيضا هناك أيضا بعض الدول في مثلا أن اللغة الرسمية هي لغة عربية ولكن قد يكون مثلا قد تجد 70% أو 50% من الشعب مثلا لا يتكلمون هم أمازيغ مثلا في بعض دول شمال إفريقيا ولكن رغم ذلك تعتبر دول عربية نفس الشيء مثلا بالنسبة لبعض الدول التي أجزاء منها مثلا أقراض يتكلمون اللغة الكردية إذن مسألة الجغرافية هي عامل حاسم أن الدول المرتبطة جغرافيا وكذلك الدول التي تقدموا بطلب العضوية إذا كان هناك مثلا أن أصل الشعوب هي شعوب عربية فهي يتم قبول عضويتها هذا ما أعرف الله أعلم دكتورة هناك سؤال من أحد أخوه يقول مجرد سؤال أو يعني تأوين ألاجب تعديل القانون حق الفيتو في جامعة الدول العربية لا أعتقد أن هناك حق الفيتو بل يتم الآن المطالبة بأن يكون هناك حق الفيتو وأن يكون هناك مسألة التصويت الاتفاقي أو التصويت الجماعي حول بعض القرارات رغم ربما جاء في أحد المداخلات هذه الجملة التي دائما نستمر أو تلوكها ألسنتنا أنه اتفق العرب على أن لا يتفق وهي جملة غير كاملة لأن اتفق العرب على أن لا يتفق على ضلالة ولو أنهم اليوم يتفقون على الضلال أستاذ ربما أغلقت الميكروفون من عندك بعض الحاضرين يسألون عن الرابط أستاذ دكتورة الله يكرمك يبارك فيك الدكتور مولاي عمر تهامي يسأل أليسنا الأجدر أن تحل هذه الجامعة العربية إلى غاية أن تصبح الدول العربية دول ديمقراطية ويتم إنشاؤها من جديد على أسس متينة تختم المصالح الأمية نعم قد تم من خلال المقترحات أنه قد يتم تعويض جامعة الدول العربية ببعض هذه المنظمات مثلا منظمة تعاون خليجي أو مثلا اتحاد المغاربي أو مثلا المبادرة اليمنية لاتحاد عربي ولكن الإشكال سواء كان الاتحاد المغاربي أو مجلس تعاون خليجي أن أسباب فشل الجامعة العربية هي كامنة ومتواجدة أيضا في هذه المنظمات الجهوية وبالتالي إذا لم يكن هناك فعلا بناء ديمقراطي وهناك أنظمة تؤمن بحق الشعوب وتؤمن بالكرامة وتؤمن بالعدالة الاجتماعية ربما قد فتح بصيص من الأمل في فترة من الفترات في العشرية السابقة منذ سنة 2011 إلا أن ما يسمى بالتوراة المضادة حتى هذا بصيص الأمل هذا قد تم إغلاقه وتسمى تدمير هذا الأمل في هذه الشعوب وبالتالي إغلاق أو مسألة تعويض جامعة الدول العربية أو حلها في نظري قد لن يكون الحل ولن يحل الإشكال مادم الإشكال بنيوي هو في الأنظمة العربية في حدداتها أي في الأعضاء المكونة لهذه الجامعة فالأولى أن تشتغل الشعوب قد تحدثتنا قد تحدثنا على هذه النقطة أن من بين ما يعاب على الأمم المتحدة هي مسألة حق البيتو حتى أن هناك مثلاً مطالبات من دول كألمانيا وهولندا وأيضاً بعض الدول التي نتجت عن تقسيم الاتحاد السوفيتي سابقاً بأن تكون ممتلة وأن يكون أيضاً لها حق البيتو هناك كانت مطالب من بعض الدول أن يكون هناك تمثيل للقارات الخمس في مسألة ممارسة البيتو ولكن الإشكال سواء كان تمثيلاً للقارات الخمس أو كانت هناك انضمام مجموعة من الدول القوية أو التي تعد من المجموعة الدول السبع أو مجموعة الدول العشرين فإنه لن يكون هناك مساواة فيما يتعلق بحق الدول في إبداء رأيها وفي التصويت في الجامعة في عفواً منظمة الأمم المتحدة لأن دائماً حق البيتو قد يكون آآ 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 لوقف بعض القرارات المهمة التي تخدم مصالح بعض الدول مثلاً في القضية الفلسطينية قد لجأت لحق البيتو كل من الولايات المتحدة الأمريكية عدد من المرات لجأت إليه برانسا لجأت إليه أيضاً بريطانيا وبالتالي حق البيتو آآ في نظري يجب إلغاؤه آآ في الأمم المتحدة وكذلك في كل في الجامعة العربية رغم المطالبات به لأنه يتناقض آآ مع مبدأ المساواة بين الدول والعمل على آآ أصوات مثلاً تلتاء الدول أو مثلاً نسبة معينة من الدول في اتخاذ القرارات الدكتور مولاي عمر تهامي هل استطاعت يقول هل استطاعت هذه الأنظمة أو المنظمات قصده الوفاء بمبادئها وأهدافها في تحقيق حفظ السلم والأمن الدوليين لو استطاعت هذه الدول تحقيق الأمن والسلم الدوليين ما لاحظنا هذا الدمار على مستوى العالم وآخره ما يحدث في بعض الدول في منطقتنا العربية ولكن أيضاً ما يحدث مثلاً الآن بين روسيا وأوكرانيا والتهديد المستمر لكلا الطرفين باستعمال القوة النووية وبالتالي تهديد للبشرية فعلاً فشل للمنظمة الأمم المتحدة في تحقيق المبدأ الأمن والسلم الدوليين ربما كانت فترة هدنة ما يسمى بالحرب الباردة والتقاطب الذي كان بين المعسكر الاشتراكي والمعسكر الرسمالي ثم بعد ما يسمى بالنظام العالمي الجديد تمت خلق نوع من أو بؤر لبعض المناطق لكي يستمر هذا الدول القيادي والأساسي لبعض الأنظمة وخاصة للولايات المتحدة الأمريكية فقط إشارة وسأنهي بها هذه المحاضرة هو أنه من بين الدول التي لا تؤدي الالتزاماتها المادية للأمم المتحدة هي الولايات المتحدة الأمريكية والتي تفاقمت عفوا ديونها سواء بالنسبة للمنظمة الأم أي الأمم المتحدة أو حتى بالنسبة للمنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة سواء منظمة الصحة العالمية أو منظمة التقافة أو الولايات المتحدة الأمريكية لا تفيد باتزاماتها المادية تجاه هذه المنظمات ورغم ذلك فهي من أكثر الدول التي لها قوة وتستعمل حق الفيتو في الأمم المتحدة شكرا على حياكم يا دكتورة في الختام لا يسعني إلا أن أشكر الدكتورة صباح العمراني على هذه المحاضرة الكثيمة كما أشكر جميع المشتركين والمشتركات بحسن إصغائهم في الختام أستودعكم الله إلى لقاء آخر تنتم برعاية الله وحفظه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة